السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحبا بكم أحبائي اسمنا تكونوا بخير على خير اليوم في الحلقة بنقدم لكم وصفة كتزيد هرمونات الأونوتة خاصة بالنسبة لأخوات لعندهم الضعف لمستوى المناطق الأونسوية ووصفة لكل النساء وبلما نتكلم لكم عن هذا الوصفة دياليوم كتمنى من الناس اللي كتزوروا قناة وصفات أمينة لأول مرة كتمنى منهم يشاركوا في القناة بالتغطي على الزل الأحمر وما تنساوش تفعلوا جرس وشتوسطوا وكل ما هو جديد هذه الوصفة دياليوم هي عبارة على مشروب فعالة بزاف مية في مية بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا مكوين ديال الصوج هذا والشكل دياله أخواتي في المكوين الثاني غادي نحتاجوا عسر بنحر الطبيعي في المكوين الثالث غادي نحتاجوا الموز حبل الموز واحدة وفي المكوين الرابع عندكم اختيار مما كأس من الياغورت أو كأس من الحالي باش غادي نصنعوا هذا المشروب بالنسبة لطريقة التحضير غادي تاخدي أختي كمية معينة من حبوب الصوجة تكون محمسة وغادي استحنيها غادي استخدموا حبوب الصوجة تكون مطحونة في هذه الوصفة غادي تاخدي منها جوج معالق كبار من مطحون الصوجة غادي توضعها في الخلال الكهربائي غادي تضيفي لها الموز حبة موز واحدة غادي تقطعها على قطع صغيرة وضيفيها على هاد جوج معالق كبار من البودرة ديال الصوجة اللي حمصناها من قبل غادي تضيفي له هاد المكونات بهلقة نحسة ب Schlالط طبيعي وغادي تضيفو المكوين ديال الحاليب كاس من الحاليب هادش بالنسبة للأخوات اللي بغادي يحضرو هاد الوصفة هاده للمكوين ديال الحاليب على شكل مشروب وصافي أختي غادي تخلطي هاد المكونات مزيحان في الخلال الكهربائي حتى تحوصله لها مشروب أما بالنسبة لأخوات اللي بغاو يخلطوا هاد المكونات الموض ستحبز موض واحدة ملسل ومعجوج معالق كبار، محمสه ومطحونه هذه بالنسبة الاختياري يytyي خطي مع اختي مع hatsar metakurna مع اختي ستحبز اتحدى بعض من موض واحد ستتخطط مع جوج معالق كبار بن البودرة ومطحونه في عصير لناس الطبيعي الخطي هذه العصير من الها والتناول والتناول ستناول عارق المصيب في اسكي أو ثاني مرة أخرى ما بين وجبة الغداء والعشاء يعني جوش المرات في اليوم أختي غادي تحضري هذة الوصفة هذي وغادي تناوليها وبالنسبة النتيجة غادي تباليكم بعد مرور 20 يوم من استعمالكم لهذا الوصفة أو هذا المشروف وكاين بعض الأخوات اللي جربوا هذة الوصفة هذي وطعتهم النتيجة من بعد مرور شهرين من استعمالهم من هذة الوصفة هذة الوصفة هذي رهاز وينبزة ونتائج ديرها الرائعة وبالنسبة للأخوات اللي متبعين شي علاج طيبية ولي عندهم حساسية من هذة المكونات ولا المرأة الحامل ولا الأخوات اللي عندهم أمراض مزمينة ضروري الاستشارة مع الطبيب قبل ما تستعملوا أي وصفة طبيعية هذة الوصفة هذي مضمونة 100% خاص صغير ما يكون جا عندكم شي مشكل صحي غير خاصنا عظيما نساعدوا الوصفة الطبيعية من يكونوا متبعينها التغذية تكون صحية ومتوازنة وخاص الحالة النفسية تكون مستقرة وهذه الوصفة هي مجربة لزيادة حجم المناطق الأنتوية كتمنى منكم تجربوها وبشاركوا معنا في التعليقات نتائج دير هذة الوصفة باش تعمل فائدة وقع الأخوات يجربوا حتى هذة الوصفة وستعبدوا منها وهذه الوصفة رازوينة بزاف طبيعية كتبقى شوية للصبر والمداومة إلا بغض الوصفة الطبيعية تعطيكم النتيجة مزينة بزاف هذه الوصفة اللي قدمت لكم اليوم هي عبارة على مشروب اللي استعملته الحليب وهي عبارة على الوصفة اللي استعملته كأس من الياقورت هذة المشروب هذة رائع بزاف لزيادة هومونات الأنتوية خصوصا في المناطق الأنتوية اللي كتكون عندكم ضعيفة بالنسبة لأخوات اللي عندهم الضعف فيها بحل استضرقوا الأرداف إلى آخرين هذة الوصفة هذة فعالة جدا دابا غدين دوزول الفقرة الثانية اللي كنتكلم لكم فيها على الفوائد المكوين فهذه الحلقة اختارت نكلم لكم على الفوائد المكوين للسوجة بالنسبة لفوائد السوجة كتوقيم الإصابة من أمراض القلب بحيث تحتوي على واحد المركب كيقلل من مستوى الكوليستيرول الضار بالجسم كتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام كتخفض ضغط الدم وكتعاج الطيرابات النوم وكتحسن عملية الهضم كتحسن طورة دموية وكتوقيم الفقر الدم مهم أخواتي كما شفتوا معايا كانت هذه الوصفة ديال اليوم كنتمنى تكون ناتي إجابة لكم إلى عجباتكم كتمنى منكم تشاركوا معايا في القناة وصفات أمينة ومرحبا بكم ديما على قناتكم وصفات أمينة كتمنى الحلقة ديال اليوم تكون ناتي إجابة لكم إلى عجباتكم لا تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتعموني بلايك بالنسبة لأخوات المزرمة تشتركوش كتمنى منهم تشتركو لا تنساوش تفعلوا جرس بشتوصلوا كل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء